المباحث المشترك اللفظي حيث يكون للكلمة الواحدة معنيان ولكن المعنيان متبادان ستتضح بالأمثلة فالعلماء قد ألفوا فيها كتبا ونحن نأخذ منها هنا للتمثيل من ذلك مثلا يقولون أمر جلل بمعنى أنه أمر عظيم ويقولون أمر جلل بمعنى أنه هين اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجلة دقه وجلة ولاحظ أنه يقال جل الأمر يعني معظمه وتستخدم هذه المفردة بالمعنيين بأنه نقول أمر جلل عظيم وتستعمل أيضا بمعنى أنه شيء هين ويسير عندنا أيضا كلمة الناهل هذه تدل على العطشان وتدل على الراوي الرجاء أيضا يدل على الرغبة وعلى الخوف نحن ممكن نرجو خوفا وممكن نرجو رغبة في الأمر والرغبة والخوف متبادن الصدفة هذه من أبرز الأضداد ولعلها أوضح حتى من كل الذي ذكرناه قبلها هي تستعمل في اللغة العربية بمعنى الضوء وبمعنى الظلمة يقال صدفة بمعنى الضوء ويقال صدفة بمعنى الظلام كذلك عسعساء والليل إذا عسعس في القرآن تعني إذا أقبل وممكن تكون بمعنى إذا أدبر ومثلا المقوين في القرآن من أمثلة التضاد نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين المقوي هنا بمعنى المسافر وقد تأتي بمعنى المقيم أيضا المقوي ممكن يكون المسافر وممكن يكون المقيم وكثير الأمثلة وكما قلنا فهي المتبادات هذه قد جمعها بعض العلماء في كتب متخصصة وسيجد فيها الطالب ما يريده وسيجد فيها مبتغن من المظاهر الدلالية ومن مباحث علم الدلالة مبحث النحت والنحت هو أن تصاغى مفردة جديدة من مفردتين أو أكثر وتدل هذه المفردة الجديدة على ما دلت عليه المفردتين أو الثلاثان كانت في جملة أو تركيب معين فإذن النحت هو من الظواهر المبنية على الإيجاز والاختصار نحن نوجز جملة مشهورة في كلمة مثل بسم الله الرحمن الرحيم نوجزها في بسملة وإذا قال أحد بسم الله نقول بسملة بدل ما نقول قال بسم الله الرحمن الرحيم في لا حول ولا قوة إلا بالله لفظة مشهورة فنقول حوقلة هذه هي طريقة النحت أو هذا هو المراد بالنحت وهو من ضروب الاشتقاء تأتي أهمية النحت من عدة أمور نذكر منها مثلا أنه يعين على الاختصار فهذه الكلمة المنحوطة تفي بمعنى المجموعة من الكلمات دلت عليها تؤدي تاما ومعروفا أنه رافد من روافد الاتساع اللغوي إذ يمد العربية بمخردات جديدة تولدت من كلمتين أو أكثر فهو يعني يعطي اللغة العربية اتساعا أكثر وكذلك أنه يعين على وضع المصطلحات العلمية طالما أن عندنا في اللغة العربية إمكانية لنحت وطالما أن عندنا متسع في اللغة العربية لصياغة مفردات جديدة لاشتقاق مفردات جديدة من مجموعة من المفردات فإذن المصطلحات العلمية نستطيع أن نضبطها نستطيع أن نضبط المصطلح عندنا من خلال النحت فمثلا كهربائية مغناطيسية يقولون كهرومغناطيسية أو مغناطيسية الكهرباء لاحظ لم يقول كهربائية مغناطيسية نحتها في كهرومغناطيسي كيمياء البترول بترو كيميائية وهكذا الاختصارات عندنا أو النحت عندنا في اللغة العربية في المصطلحات العلمية كثير وموجود